سمعت الشيخ سؤالنا القادم قد يكون محل إشكال ويتهرب منه الكثير من المؤمنين وقد هناك من يعني يدور هذا السؤال في ذهنه في ذاته لكن يخفيه ولا يظهره إذا كان لكل موجود موجد فمن أوجد الله سبحانه وتعالى طبعا هذا السؤال يعني في اعتقادي هو يعني تركيبة خاطئ يعني هو سؤال نفسه تركيبة خاطئ كيف؟ لاحظ هذا السؤال يرجع إلى سؤال مرتبط بشيء يسمونه مبدأ سببية بأن لكل حادثة سببه أو البعض يصيغ بهذه الطريقة لكل موجود سببه فطالما لكل موجود سببه إذا افترضنا الله سبحانه وتعالى موجود فإذن من هو سبب وجود الله؟ من خلق الله بهذا الشكل اشتباه والخطأ وين؟ في صياغة مبدأ السببية من الخطأ أن نقول لكل موجود سببه هذا غير صحيح مبدأ السببية ما يقول لكل موجود سببه مبدأ السبب يقول لكل حادثة سببه لكل حادث Every event has a cause Event حادثة شيء ما كان موجود ونوجد فإذا فهمنا مبدأ السبب بهذا الشكل الله سبحانه وتعالى ما رح يكون حادثة أصلا هو موجود ولكن مو الحادث خارج طاقة الحادث لأنه بالأساس موجود مو شيء ما كان موجود ونوجد وبالتالي هو خارج بالأساس من مبدأ السببية إذن لماذا يتداول هذا السؤال الكثير ما بين أمساط الملحدين بعض الأحيان يكون اشتباه بعض الأحيان بطريقة مغرضة اشتباه لأنه يطبق مبدأ السببية على كل شيء فيريد أن يطبق أيضا على الله سبحانه وتعالى ما يدري أن الله خارج عن نطاق هذا المبدأ بالأساس غير خاضع لهذا القالب غير خاضع لهذا المبدأ مو لأننا خرجناه لأنه بالأساس خارج مو إحنا نبين خرج من هذا المبدأ وهو بالأساس المبدأ مختصر على الحوادث لكل حادثة سبب مو لكل موجود سببه هذه النقطة الأخرى المهمة جدا أن الحادثة لماذا تقع الحادثة الحادثة تقع لأنها تحتاج إلى ما يوجدها تحتاج إلى شروط وظروف توجد هذه الحادثة فهي تحتاج إلى شروطها وظروفها نعم فالمقوم الأساسي للحادثة هي حاجتها لعلتها نعم بس الله سبحانه وتعالى إذا هو غني هو مو محتاج بالأساس ولذا هذا السؤال بالأساس هو في مغالطة يعني كأنك تقول الله سبحانه وتعالى الغني يحتاج إلى علة وهذه مغالطة مغالطة إذا أنت افترضت الله غني إذا شون يحتاج إلى علة إذا شون تتساءل من خلق الله هو مو محتاج أصى إلى من يخلقه لأنه بالأساس هو موجود هو بالأساس هو خالق واضح شلوه؟ نعم فبالأساس هذا السؤال هو اشتباه ذهني والبعض يردده ربما بعض الأحيان بطريقة يعني مغرضة يعني نعم